اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء نمسيرة الوطن المباركة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الاعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعا تسير نحو تحقيق يهدافها المنشودة بكل عزم واثبات ونوها سموه بما يبديه ابناء البحرين من حرص على رفعة ونماء الوطن وشغافهم الدائم نحو البذل والعطاء بما يسهم في مزيد من الرفعة والتقدم وتعزيز مكانة المملكة على المستويات المختلفة مشيرا سموه الى الدور الرائد لقوات دفاع البحرين في ظل دعم الذي تحظى به من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الاعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعا وما يبذله رجالها البواسل من جهود للحفاظ على المنجزات الوطنية والتي هي محل فخر واعتزاز لدى كافة أبناء الوطن المخلصين ونوها سموه بكفاءة واحترافية وتضحيات منتسب قوة دفاع البحرين في حماية المكتسبات الحضارية للوطن والمحافظة على أمنه واستقراره والمشاركة في العملية التنموية مؤكدا أن رجال قوة الدفاع سيظلون على الدوام نموذجا للتضحية والفداء ومصدرا للإلهام يستمد الجميع منهم معاني الإخلاص والعطاء جاء ذلك لدى زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اليوم إلى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وسعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيم وزير شؤون الدفاع وعدد من كبار الضباط وخلال الزيارة قدم لسموه إيجاز حول الخطط والبرامج المستقبلية لقوة دفاع البحرين حيث أشهد سموه بتطور نوعي للخطط والبرامج التي ستصهم في رفع كفاءة وفاعلية الجاهزية القتالية لقوة دفاع البحرين معربا سموه عن شكره وتقديره للدور الكبير لصاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين فيما وصلت إليه قوة دفاع البحرين من مستوى مشرف مكنها من القيام بواجباتها في الذودي عن حياض الوطن ومقدراته والأسهام في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بالتعاون مع قوات الدول الشقيقة والصديقة ترجمة نانسي قنقر شكرا